باجتماعات هامة تشهدها العاصمة المصرية بين الأطراف الليبية بهذا المستوى العالي من هذه الاجتماعات ومن هذا الحضور هل يفضل لنتائج متقدمة بتصورك؟ أهلا وسهلا بك أستاذ محمود بكم بالمشاهدين الكرام بالفعل طيلة هذا الأسبوع تشهد القاهرة حراك استثنائي في الملف الليبي على مختلف المسارات لعل أبرزها هو المسار الدستوري الذي يشهد الجولة الأخيرة من اجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة برعاية البعثة الأممية وباستضافة من جمهورية مصر العربية وهذه الجولة سبقتها جولتان صابقتان هنا في القاهرة وجولة لم تنجح في تونس كانت أيضا في شهر مارس الماضي إضافة إلى المسار الدستوري تعقد اللجنة العسكرية خمسة زايد خمسة اجتماعا يمكن أن نصفه بالاجتماع الاستثنائي لأنه جاء بعد انقطاع طويل بعد تعليق ممثلوا الجيش مشاركتهم في أعمال اللجنة ويشهد هذه المرة أيضا بشكل استدنائي مشاركة رئيسي الأركان للأسف نقول رئيسي الأركان لا نقول رئيس أركان واحد باعتبار أن مصر الجيش لم تتحد حتى الآن يحضر عبد الرازق الناظوري ممثلا للجيش ليبي في الشرق ومحمد الحداد ممثلا للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أعتقد أن هذه التحضيرات وهذا الاهتمام وهذا الإصرار على قل تقدير من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة التي أصرت على أن هذه الجولة تحدث عن جولة المسار الدستوري ستكون الأخيرة أي التي يجب أن يخرج المشاركين فيها بصياغة لمسودة قاعدة دستورية أو مشروع قاعدة دستورية قابل لأن تنفذ على أساسه العملية الانتخابية هذا من حيث الجانب النظري أو من حيث النواية على أقل تقدير ولكن من الناحية الواقعية أعتقد أن هناك تحديات جمع تقف أمام نجاح كلا المجموعتين أو كلا المسارين سواء كان المسار الدستوري أو المسار الأمني العسكري وهذا سأسأل عن التعديات الكبيرة كما عاهدنا في السابق سيد حسين لكن هذا النشاط والعودة للنشاط المستشارة الأممية هذا الحضور للشخصيات البارزة والوزنة هذه الاجتماعات الثنائية وربما حتى الثلاثية خلال ساعات هذا اليوم وستتوقف عن ذلك بعد قليل هل نفهم بأن المؤشرات مبشرة إذا إمكانية تحت إحداث اختراق فعلا على الملفات التي يجري بحثها طبعا المؤكد أن النواية حقيقية على أقل تقدير في ظل هذا الحضور الوازن كما عشارت حضرتك بالفعل لسيما أن المستشارة الأمين العامة الأمم المتحدة السيدة ستيفاني قد قدمت الدعوة لرئيس مجلس الدولة وفي وجود رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي قد تعقد لقاء ثلاثي بين رأساء المجالس الثلاثة ولكن في كل الأحوال تبقى التحديات ليست رهن بالنواية الطيبة وليست رهن حتى بالجدية في العمل الخلافات الحادة بين مجلسين النواب والدولة دائما ما تبرز بعد كل اتفاقات يعني يتم الاتفاق مثلا هنا في القاهرة في لقاء ثنائي بين ممثلي المجلسين عند العودة إلى طرابلس وطبرق يتم العودة من جديد إلى الخلافات التي تظهر من جديد لكن أعتقد أن ما يدور الآن في القاهرة هو تحسبا لمستقبل العملية السياسية خلال الأسبوع القادم باعتبار أن الأسبوع القادم في يوم 21 من هذا الشهر ستنتهي مهلة حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بناء على عملية سياسية أشرفت عليها السيدة ستيفني بذاتها سيدة ستيفني التي تشرف على العمليات الآن والحوارات الموجودة في القاهرة الآن هي عراب العملية السياسية التي ولدت حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي بتشكيلته الجديدة فأعتقد أن هذه اللقاءات وهذا الحرص وهذا الحضور الوازن جاء لمعالجة ما قد ينتج من فراغ سياسي خلال الأيام المقبلة هل سيتم تسليم السلطة إلى حكومة التي اختارها مجلس النواب رئيسها فتح بشآغة هل سيتم اختيار حكومة جديدة وهو حل ثالث البعض يطرحه كحل بديل للتوسط بين الطرفين المتصارعين على السلطة في طرابلس وأتحدث عن فتح بشآغة وعبد الحميد أدبيبة يعتبر أن عبد الحميد أدبيبة على الرغم من انتهاء ولايته يوم 21 من هذا الشهر كما عشرنا إلا أنه يصر على الاستمرار وإنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة وهذا طبعا يمثل حالة تحدي للجميع للبعث الأممية لمجلس النواب لمجلس الدولة للحكومة البديلة لمجلس الرئاسي للجميع وهذا ما يجعل الجميع يتخوف وأعتقد أن ما يدور الآن في القاهرة يعالج هذا التحدي ويحاول وضع حلول للحالة التي ستطرأ خلال الأسبوع المقبل بالتالي وجود هذه التواريخ وهذه السقوف الزمنية لعناصر العملية السياسية القائمة الخشية من الفراغ التي أشرت إليها ومرة أخرى هذا الحضور اللافت للشخصيات هل يدفع للاعتقاد بأن الاختراق ممكن خلال الساعات المقبلة وبأن التوافق ربما قد يكون متاحا أمام هذه الاجتماعات أنا لا أود أن أكون متشائما لكن للأسف أعتقد أن الاتفاق قد يخرج المجتمعون في القاهرة باتفاق نعم لكن هل سيتم تطبيق هذا الاتفاق هو هذا السؤال أو هذا التحدي الحقيقي أعتقد أن المناخ الموجود في القاهرة الآن مهيئة لتقريب وجهات النظر بين الجميع القاهرة نجحت في جمع هؤلاء الفرقاء بشكل استثنائي اللقاءات التي تعقد بين أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب الذين كانوا يتنافسون وكانوا يكلون التهم إلى بعضهم البعض الآن أصبحوا يلتقون وكنهم لجنة واحدة مشتركة وهذا نجاح دبلوماسي ولكن هل هو كافي؟ هل هو قادر على تذويب المشاكل من أساسها ومن جذورها الموجودة بين الطرفين؟ الإشكالية الأخرى أستاذ محمود حتى وإن اتفقت الأطراف الليبية بالكامل وعادت إلى ترابلس وطبرق وبنغازي وسرت وغيرها من المنصات التي ينطلقوا منها هل ستسكت الدول المؤثرة في الملف الليبي ذات المصالح التي قد تتضرر من أي اتفاق من هذه الاتفاقات للأسف أن المشكل في ليبيا ليس مشكلا محليا بحت بل يتفاعل ويتأثر بشكل كبير بسبب تدخلات خارجية لا أود أن أقول أن التدخلات الخارجية أكثر تأثيرا من المشاكل المحلية ولكن هذه حقيقة للأسف ليبيا منذ 2011 بناء على التدخل الخارجي الذي حدث في أحداث فبراير 2011 نتج عنه معادلات مختلطة بين الداخلي والخارجي فلا أعتقد أنه حتى في حال الوصول إلى اتفاق سيكون كافيا لحل الأزم الليبي أو للوصول إلى حل يتفق عليه الجميع ولكن هذا بالتأكيد لا يجعلنا نتجه بشكل متشائم بحيث نرفض حتى الحلول التي قد تكون ليست حلول نهائية بالطبع لا نتحدث عن حلول الوسط ولكن نتحدث عن مرحلة من الحل بالفعل هذا الحضور الكبير وفي هذه الأجواء وفي حالة الإصرار من البعث الأممي ومن السيدة ستيفاني وليامس قد تساهم في الخروف إلى نقطة متقدمة عما كانت عليه في كل المحاولات الماضية لكن أن يكون حل نهائي للأسف أعتقد أن هذا أمر مستبعد بسبب الظروف الواقعية وليس بحالة التشاؤم وحالة الفشر المستشري في المحاولات الماضية شكرا شكرا جزيلا على انضمامك علينا من القيرس سيد حسين مفتاح الباحث السياسي سياسي